نحن متورطين بآفة كبيرة آفة الفساد لما اليوم يكون اختيار السيد رئيس اليوم النزاهة بموظفينه بالمدراء الذين يتبعون هذه المؤسسة حقيقة يعني لا ربد أن تكون هناك نزاهة حقيقية أو تعامل حقيقي يعني مرة لربما حدثت مشكلة يعني في كتاب معين من قبل النزاهة بأنه جرد لأعضاء البرلمان العراقي نعم زوجاتهم الأموال وصار اصطدام ما بين أعتقد السيد الحلبوسي ونفسه حيدر حنون وبالتالي أخذ اليوم ما أخذ بهذا الموضوع اليوم إذا أريد نفصل أنه هل هذه القضية هناك ملفات في داخل النزاهة نعم أنا لا أستبعد هذا الموضوع ولا أستبعد اليوم أنه أكو ملفات خطوية جدا شنو اللي صار مع المسؤولين وعوائلهم شنو كانت النتائج ولا تحدثت عن نواب وما كان الأمر بهذه اليوم يعني إذا جاوز الموضوع عن نواب بهذه المرة لا لا أنا سأقول لك الشوان هو أرسل كتاب إلى كافة النواب العراقيين ومنهم كان رئيس البرلمان العراقي السيد الحلبوسي طبعا في وقته أنه هناك عقار أعتقد في شارع الأميرات في منطقة العاصمة في بغداد وهذا لا بد جرد من أين لك هذا وبالتالي طبعا كانت مشاددة كلام ما بينه ما بين حيدر حنون وبالتالي إنقاد السيد حيدر حنون بأنه يقاد إلى مجلس البرلمان العراقي طبعا نقل لك بالدقة يعني أحد أعضاء البرلمان نقل لهذا الموضوع وكانت هناك عملية لأنه عملية أشبه بمسرعية كان بها شتيمة وإهانة للسيد حيدر حنون أنه أنت ومن حقك وأنت اليوم رئيس هيئة وأنا رئيس برلمان ومن حقي باشر عقد جلسة بالبرلمان وأقي لك بالتالي وكانت مشاددة كلام وهو جاوبة بجواب واحد أعتقد حسب مع الموظفين مع أنه كان السيد الحلبوسي يعني كل التقدير والاحترام هذا الموضوع لأنه وصل للأملاك وهذا الأمر تكرر بعد هذه الحادثة تكرر مع حدث السعماء السياسيين استاذ محمد إحنا دارد نسوي جرد اليوم إحنا اليوم يعني أكو آفة اسمها آفة الاقتصاديات بالأحزاب أكو آفة الآن موجودة بقضية اليوم العقارات نور زهير نفسه بالتالي أشرع العقارات العراق من يمينها وإنها سارها أنت لو تتحدث عن اليوم مستوى العقارات مع أمريكا راح أقول لك اليوم أغلى العقارات بالعالمية بالعراق بالتالي هذه الأموال اللي كانت تخرج أموال الضرائب اللي كان يستحوذ عليها مع المسؤولين اللي مشاركين بهذه الجريمة الكبرى حقيقة بحق الشعب العراقي بالتالي عكست طبعا على أعضاء البرلمان عكست على وزراء عكست على مدراء وبالتالي اليوم ملفات النزاهة أم مقيدة